في الفيديو اللي فاتك بتحكيت لك أن النسخة الموازية من روبانزل مرعبة نسخة بتقتل الناس بشعرها اللي كان لونه فضي مش دهبي وأن أمها جوسل كانت عايزة تباحها الواحدة بتشرب دم البنات الصغيرة اللي كانت عايزها عشان تستعملها كسلاح تقتل بين الناس لحد ما روبانزل بتقابل فيلين رايدر وبتهرب من البورج بعد ما روبانزل نزلت من البورج وبدأت أنها تمشي في الغابة عشان تدورها فيلين رايدر للأسف ما عرفتش أنها تلاقيه ولكنها بقى قبلت شخصية جديدة أنت أول مرة تسمع بيها اسمها جينا وجينا دي كانت محاربة وروبانزل طلبت منها أنها السعيدة هتوصل لفلين رايدر وطبعاً الكلام ده هيها تعمله بمقابل مادي جينا بعد ما طقت شوية وتصاحب على روبانزل بتكتشف أن روبانزل زيها يتيمة وأنها عاشت ظروف صعبة جداً وبعدين روبانزل بتقول لها على شعرها اللي بيموت الناس وبنعرف أن جينا عندها أم ساحرة فبتقول لروبانزل أنها ممكن تاخدها ليها عشان تساعدها في أنها تستعمل قوتها وفعلاً في اليوم الثاني ببنتين بيبتروا أن هم يتحركوا وبيروحوا نحية أم جينا وأثناء بقى الرحلة بتاعتهم بيقابلوا في سكتهم فيلين رايدر وبيقنعوا أن هو يساعد روبانزل وياخدها عشان تشوف المصابيح لكن في البداية هم هيعدوا على أم جينا الساحرة عشان تساعدها في استخدام قوتها لما بيوصلوا عندها وبيعودوا مع أم جينا وبتحكي لها بقى القصة بتاعتها أم جينا بتربط الأحداث وبتفهم أن ديها هي الملكة المفقودة واللي برغم أن الملك والملكة قالوا للناس وقتها أن روبانزل ماتت إلا أن أم جينا كانت من دمن الناس اللي كانوا وقتها شغالين في القصر وكانوا من الناس اللي قالين لنا عارفين أن روبانزل لسه عايشة وكانوا عارفين بالقصة بتاعت شعرها فساعتها بتحكي الروبانزل ان ابوكي امك ما ماتوش ولا حاجة وان الحادثة اللي حصلت ان انت في خادمة ماتت اسنها ما كانت بتسرح شعرك لكن انت عملت الموضوع من غير قصد وده كان مجرد حادث فساعتها الروبانزل بتفرح بان اهلها لسه موجودين لكنها بتزعل بسبب ان امها اللي اسمها جوسل حبسيتها طول التسعة عشر سنة في البرج وكانت مفاهمها ان هي قترت اهلها ام جينا اللي هي ساحرة بتبدأ انها تعلم ربانزل انها تتحكم في قوتها بحيث انها ما تقتلش حد وممكن بعد كانت تعامل مع الناس بشكل طبيعي ولما بيبتروا ان هم يتحركوا عشان يروحوا ناحية المصابيح بتكون الام جوسل وصلت البرج وادراكت ان بنتها ربانزل هربت فساعتها بتجري تروح للسيدة باثري اللي كانت بالمناسبة هي بتخاف منها لانها كانت ستة مرعبة فبسري بتبعت الحرس بتوحها يفتشوا كل حتة في الغابة عشان يمسكوا ربانزل وفعلا بينجحوا في دوت وبيبضوا عليها وبياخدوها عندها في القصر وفي الوقت اللي ربانزل قاعدة في معها في القصر كانت السيدة بسري عندها مخططات مرعبة عشانها لانها كانت عايزة تسيطر على قوتها وتخليها تقتلها بيها الناس في البداية كانت بتجرب معها بحاجات عشوائية جابت لها وردة وخلتها تموت الوردة بشعرها بعدين جابت لها فرخة وخلتها تموت الفرخة بشعرها بعدين جابت لها واحد من الخدم بتوحها وقالت لها موتيه لكن ربانزل بعد ما تعلمت تسيطر على قوتها منعت ان ده يحصل ومرضتش انها تقتله في الوقت ده كانت جينا وفلين رايدر بيدوروا عليها وقرروا ان فلين رايدر هيروح ان هو يحاول ينقذها وجينا هتروح للملك والملكة وتبلغهم ان ابنتهم محبوسة عند السيدة باثري فلين رايدر اول ما بيوصل بيتعالك مع الحراس وبيقبضوا عليه وبيسببوا له اصابات بالغة كتقربت انها تسبب في موته لكن في الوقت ده بتكون جينا وصلت وبلغت الملك والملكة وبعتوا معاها مجموعة من الحراس وهي معاهم وبيدخلوا يحراروا ربانزل وبيمسكوا السيدة باثري وبيقطعوا رأسها في ميدان عام قدام كل النفس وبتنتهي القصة بان فلين رايدر بيتجوز ربانزل وبتعين جينا واحدة في الخرس بتوحها بسبب مهارتها في القتال دي بقى كانت القصة الموجودة في كتابه واللي بالمناسبة سودوية اكتر من الفيلم اللي هتفرجنا عليه بمراحد فلو عجبتك القصة ما تنساش تعمل متابعة ولايك رمضان كريم عليك وكان معاكم محمود زايد سلام